في نوفمبر المقبل وفي إطار زيارة فخامة السيد الرئيس لبرلين للمشاركة في حوار بيتسبيرغ بألمانيا والتي تم الإعلان فيها أن مصر وضعت خطة المساهمات الوطنية يعني إيه خطة المساهمات الوطنية وما أهمية هذا الحدث الحقيقة اتفاق باريس في 2015 ألزم الدول أن تقوم بوضع خطة لخفض الانبعاثات يعني إزاي الإجراءات اللي هنعملها لخفض الانبعاثات وطالبت الدول أنها تقدم تحديث لهذه الخطة مع مرور الوقت تزداد درجة حرارة الأرض وبقى فيه توصيات أكثر ثرامة على تحديث هذه الخطة ووضع أهداف كمية أو أهداف كيفية في هذه الخطة مصر قدمت أول خطة في 2015 لم تكن هذه الخطة فيها أهداف كمية كانت بتحكي عن الوضع الوطني بتحكي عن التحديات وما هي الإجراءات التي ستقوم بها مصر في إطار استضافتنا المؤتمر المناخ وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان هناك توجيه واضح من رئيس الحكومة بناء على تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد وثيقتين قبل مؤتمر المناخ الوثيقة الأولى هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لـ 2050 ودي بتوضح الرؤية المصرية ما هي الأهداف العامة ما هي المؤشرات وما هي احتياجات الدولة والوثيقة الثانية وهي الالتزام اللي على الدولة المصرية في اتفاق باريس والتزام آخر من مؤتمر جلاسجو إن كل الدول التي لم تحدث الخطط بتاعتها بتاعت 2015 تقوم بتحدثها وتقدمها بمؤتمر الأطراف السبعة وعشرين فكان توجيه دولة رئيس الوزراء بأهمية الانتهاء من هذه الخطة هذه الخطة العشرين تلاتين وتم وضعها الحقيقة في خلال الأسبوع الماضي إلى السكرتارية الاتفاقية طب ما هي أهمية الخطة وليب نتكلم عليها وإيه محتوى هذه الخطة وإزاي مصر هتقدر تنفذ هذه الخطة أول حاجة زي ما قلت هذه الخطة هي التزام في اتفاق باريس إن الدول تقدمها وإن هي تقدر تخفض انبعثتها أول جزء في الخطة بيتكلم عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الوضع المصري وقت عملية التعافي من كوفيد-19 وفي نفس الوقت ما هي الظروف الوطنية الحالية الجزء الثاني بيتكلم على الإجراءات اللي مصر خدتها بشكل عام من 2015 ل2022 في قطاعات مختلفة إحنا عندنا في اتفاق المناخ ببساطة شديدة مصطلحين هما دول اللي دايما بنستخدمهم مصطلح التخفيف والتكيف يعني إيه التخفيف والتكيف يعني أنا بنيت مصنع المصنع بيطلع انبعثات ببتدي أشوف إزاي أقل الانبعثات بتاعة الغازات دي فالتخفيف هنا بيتكلم على قطاعات التالية الطاقة ويدم قطاع القهرباء يضم قطاع النقل ويدم قطاع البترول الصناعة المخلفات السياحة التكيف بيضم قطاعات الزراعة والمياه وحماية الشواطئ الوثيقة قدمت التجربة المصرية في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة النقل القهربائي والنقل بالغاز الطبيعي وتوسيع الطرق إدارة المخلفات الصلبة وكذلك الجزء الخاص بالبترول وكيفية التعامل مع المعايير البيئية وكذلك قدمت الجزء بتاع حماية الشواطئ وحماية الدلتا وهو ما يتقوم به وزارة الموارد المائية والري في هذا الشعر ولكن الجديد في هذا التقرير وده المهم جدا أن مصر ولأول مرة بتضع أهداف كمية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة في ثلاث قطاعات تحت هذا القطاع قطاع القهرباء قطاع النقل وقطاع البترول وبالرغم أن الانبعاثات الخاصة بجمهورية مصر العربية هي أقل من 1% يعني 0.6% بناء على آخر تقرير وبالتالي لو إحنا مخفض نشر الانبعاثات لن نؤثر في ظاهرة تغير المناخ ولكن 1. التزامنا الدولي باتفاق فاريس 2. استضافتنا لمؤتمر المناخ 3. إيمان القيادة السياسية بأن العمل المناخي هو عمل دولي تضامني يعتمد على مساهمة ومشاركة كافة الأطراف المعنية ومن هنا رصد التقرير ما يلي أن نسبة الخفض اللي هتحدث من 2022 إلى 2030 في قطاع القهرباء هتصل لـ 70 مليون طن سنوياً مكافئة لتاني أكسيد الكربون وهي نسبة 33% عن السيناريو المعتاد وده الحقيقة مهم لأن احنا كده بنقول هنرفع استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 40% بحلول عام 2030 و42% بحلول عام 2035 قطاع البترول برغم أنه ده معروف أنه هو قطاع كثير الإنبعاثات لكن هو من ضمن القطاعات اللي كانت محفزة جداً لقصة خفض الإنبعاثات فحددنا الهدف بتاع الخفض 1.6 مليون طن نتاني أكسيد الكربون المكافئة بـ 2030 والحقيقة الرقم ده هو رقم كبير جداً لأن السيناريو المعتاد من غير ما نقول إحنا هنخفض كان هيبقى 2.5 مليون طن في إحنا النهاردة بننزل 1.6 مليون طن معناها أن قطاع البترول بيتعهد أنه هو هيخفض 65% من انبعاثاته ثالث قطاع وهو قطاع النقل وهو الخفض فيه هيصل لـ 7% بينزل من 115 مليون طن من خلال الإجراءات زي المترو زي المونوريل زي البي أر تي البترول بنتكلم على استعادة الغازات اللي بتطلع من العمليات البترولية وإعادة استخدامها مرة أخرى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بنتكلم على التوسع طاقة شمسية طاقة الرياح وتطوير شبكات التوزيع الإجراءات الأخرى في القطاعات زي الصناعة زي السياحة زي المدن كانت إجراءات خاصة بسياسات يعني مثلاً في الصناعة بتكلم على أن أنا هعمل كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة أحد من استخدام الموارد المدن بتكلم على المدن الخضراء ووجود مساحات خضراء داخل هذه المدن واستخدام طاقة جديدة ومتجددة في المباني السياحة بستخدم على زيادة كفاءة الطاقة في المنشآت الفندقية أو زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن الملف اللي كان بيهم مصري جدا هو ملف التكيف ما هو وضع الأمن الغذائي اللي هو الزراعة والأمن المائي فكان مهم أن احنا نضع مجموعة من الإجراءات اللي بنتعهد بيها على مستوى السياسات وهي على سبيل المثال وليس الحصر زيادة انتاجية المحاصيل انتاج محاصيل تتحمل درجات الحرارة العالية نقدر ان احنا نشتغل على نظم للزراعة من خلال كفاءة استخدام المياه الجزء الثاني بتاع الراي بيستخدم حماية الشواطئ بنتكلم على نظام للإنظار المبكر وتطوير السواحل في المدن المصرية زي ما بقول في التخفيف أنا بخفف قد إيه انبعاثات كربونية وهخفت كام في المياه في التكيف أنا بقول أنا هفيد كام بني آدم في هذه العملية فبنتكلم على ان اقل عدد في اجراءات الزراعة والراي بيبدأ من 16 مليون نسمة ونصل في اجراءات حادة ل65 مليون نسمة ولكن لادراك الحكومة المصرية ان اتفاق باريس زي ما ألزم الدول انها تقدم خطط مساهمات وطنية بتوفير التمويل نقل التكنولوجيا وتنمية الكدرات وهي ما يسمى وسائل التنفيذ وبالتالي ربطت جمهورية مصر العربية شأنها شأن الدول الأخرى تنفيذ هذه الإجراءات بتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة وكان مهم جدا ان احنا من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة دولة رئيس الوزراء ومشاركة جميع الوزراء المعنية ودولة رئيس الوزراء كان بيتابع في آخر أربع شهور متابعة شخصية لإصدار هذا التقرير لأهميته ان ورد إلى الحكومة المصرية خطاب شكر من سكرتارية الاتفاقية لسببين السبب الأول ان مصر وضعت هذه الخطة قبل الموعد المحدد وهو 6 نوفمبر 2022 ان مصر رفعت هذا الطموح رغم خفض وقلت انبعاستها بانها وضعت إجراءات كمية كان أسهل ان احنا وانحنا بنعمل هذا التقرير وفي 2015 لم نضع إجراءات وأهداف كمية ان احنا نقول هنخفض في الكهرباء 20% وبعد 5 سنين نقول 30 في قطاع البترول اللي هو ما خفضناش فيه نقول ان احنا هنخفض فيه 30% وبعد كم سنة 60 احنا وضعنا أهداف من وجهة نظر الدولة المصرية ومن تقييم من قيم هذا التقرير هي أهداف طموحة جدا وده بيوري الحقيقة القيادة والدور الريادي لمصر بتلعبه في اتفاق المناخ واللي منه الحقيقة بارجع وباختم كلامي بكلمة فخمة رئيس الدمهورية في بيتسبيرج لما قال انا بحث باقي الدول لرفع الطموح وتحديث خطة المساهمات الوطنية وكذلك ان تقوم الدول المتقدمة بالوفاء بالتزامتها بتوفير التمويل لتنفيذ هذه الخطط لان لن ينجح العمل المناخي ودفع وثيرة العمل المناخي دون التكاتف والتعاون الدولي متعدد الأطراف والتزام كل طرف بما جاء بيه في اتفاق باريس وشكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر